نعود لمحمد الشناوي اللي مش محتاجين نقول ان هو الحارس رقم واحد في مصر والقصة مش قصة رقم تي شيرت القصة قصة إنجازات اتحققت على أرض الواقع محمد الشناوي كان أحد أكبر نجوم منتخب مصر حتى في البطولة اللي اتنظمته خرجنا من دور 16 أمام جنوب أفريقيا كان اتنين لعيبة وكل الأشيات بيهم سواء جماهير أهلي أو جماهير زمالك محمد الشناوي كان واحد منهم وطارق حامد كان التاني في البطولة الأخيرة والوصول النهائي كان هراسة المرمى في منتخب مصر محمد الشناوي وأبو جبل كان كلمة السر في الوصول لأقصى درجة كان ممكن يحققها المنتخب المصري وهو الوصول النهائي وكنا قابق وصينا وأدنى من تحقيق البطولة محمد الشناوي الحارس المصري الوحيد الذي حصل هذا العام على جائزة أفضل حارس أفضل لاعب داخل القارة وهو حارس مرمى محمد الشناوي ممثل منتخب المصري الأولمبي اللي تقلق في الأولمبياد الماضية وزاد عن مرمى وكان أحد أو أهم لاعب في منتخب مصر الأولمبي محمد الشناوي وحصله على جائزة أفضل لاعب في المباراة في كأس العالم أعتقد اسم محمد الشناوي كبير لاعب المواجهات الحاسمة لاعب المواجهات الكبيرة تقلقه على مستوى المحلي والأفريقي والعالمي مش محتاج لأي كلام